أشكلوا الهوية العربية المعروفة اليوم مع الإبتعاد عن الجذور بيصير أنهم بنهية ما بقى عندهم هوية إلا بالاتهاد إلا بإلغاء الآخرين ساعة تأتي في مجال لتساؤل أكبر فهالأصولية مظبوطة اليوم خطر كبير ولكن الخطر أكبر عليهم هنا على المسلمين على مدى طويل هن الخسرانين ولكن فيما يتعلق بواقع ومستقبل السريان الموارنة الكلدان الأشوريين الأقباط الرومية اللي عم بيعانوا بدول المشرق العربي بدون يستشهدوا مستقبل كيف بدون بدون حاليا يستشهدوا بدون يتحملوا استشهدات حاليا ومستقبل لكن هل استشهد هو ضمان لوجود المستقبل؟ يعني هل سيبقى بظل هذا الواقع كنائس بهذا الشرق؟ بظل هذا الواقع والعنف؟ مرة تبقى إلى تكاثر إلى تكاثر؟ نعم أبونا بختام هذا اللقاء، دوركم كمستشرقين، وين تلاقي دور المستشرقين اليوم الذي يجمعوا هذا التراث؟ هذه التراثات الدينية والحضرية الموجودة منذ قرون ماضي، يلكن دور اليوم بظل حرب الحضرات إذا بدك؟ دور العلماء بشكل عام، أي أنه إثبات الحقيقة؟ مع أن العرب كانوا يتخوفوا باستمرار من المستشرقين، ويعتبروا أنه دور تجسسي، دور لتغيير وجه المنطقة، مع أنه عندهم دور أدبي، واجتماعي، ودور تراثي، أكثر من أدوار سياسية، ودينية. ممكن الخوف مرة يزال، يعني رأي يبقى. نعم. كنتك الأخيرة أبونا بنهاية هذا اللقاء، ودورك الجديد في أبرشية جبال المارونية؟ هل دورك أن تعيد المؤمنين إلى الجزور؟ هل تتحدث عن مستوى الأبرشية، يعني على مستوى الرعوي؟ نعم. وعلى المستوى الرعوي حاليا، أكيد كل المحاولات كثير خجولة، ولكن الزرع خرجت يزرع، وزرع في كل أنواع من تراب، بعد أن ينبط. المنتظر النتيجي يعني بالنهاية؟ نهاية الله يعمل لأنه تثمر هالبوزور. ماذا تقول بالنهاية للمسيحيين المشرقيين الموجودين اليوم في هذه الدول في لبنان والدول المجاورة؟ ماذا تقولون؟ كلمة رجاء؟ أكيد لا تخافوا، حقيقة لا تخافوا، ولا تستخفوا أبدا تراثكم. لأنه ليس فقط ماضي، فهو مستقبل الكنيسة بشرق وحتى بالغرب. ومستقبل المسير الديني للبشرية كلها. حلو. على أي حال أبونا أن الاستشراق كان وليد الاحتكاك بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي. في زمن الصليبيين وعن طريق السفرات والرحلات. وتطور من التقارب والتعاون بين التنصير والاستشراق والاستعمار إلى دافع أساسي. وهو الجانب اللهوتي المسيحي. ورواده مستشرقون ألمان وبريطانيون وفرنسيون وهولنديون ومجاريون. مثل ما كان بسياق الحلقة. ومما لا شك فيه أن لهؤلاء المستشرقين فضلا كبيرا في إخراج الكثير من كتب التراث. ونشرها مفهرسة ومبوبة. مثل ما عم تعمل حضرتك. لما يملك الكثير منهم من منهجية علمية تعينهم على البحث. ولا شك أيضا في أن لدى بعض المستشرقين صبرا مثل حضرتك. ودأبا وجلدا في التحقيق والتمحيص. وتتبع المسائل. مش هيك أبونا. ولا شك أن الفكرة الاستشراقي المعاصر بدأ يغير من أساليبه وقساماته. من أجل المحافظة على الصداقة والتعاون بين العالم الغربي والعالم الإسلامي. وإقامة حوار فعال بين المسيحية والإسلام. ومحاولة تغيير النظرة السطحية المتبادلة بين الطرفين. نشكر ضيفنا الكريم. الخوري فريديريك جيجا. المستشرق الفرنسي. تقبل أنك مستشرق فرنسي. كما نشكر متابعتكم. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من تحديات الكنيسة. طبط أوقاتكم.